بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله بنبدأ مع بعض Chapter 1 اللي هو Introduction to CNC CNC إن شاء الله هنستعمل الإختصار ده كتير هو Abbreviation for what? Computer Numerical Control بنيق إن شاء الله زي ما اتفقنا نحن في كو في بداية كل chapter بنجد Learning Outcomes هذي Learning Outcomes بتاعتنا أول حاجة بيقول لي إيه الأواتكمز الأولينية Obtain and understand of the CNC history إن شاء الله هننتعرف على الhistory بتاعة CNC بداية من الأول كان فيه conventional machine وبعد كده بننطلق إلى بداية أول machine اتعملت CNC and so on بعد كده بيقول لي identify what the numerical control and its function بعد كده بيقول لي recognize the advantages and disadvantages of CNC machines آخر حاجة بيقول لي identify the coordinate system of CNC machines دين the outcomes بتاعتنا بنيجي أول حاجة اللي بنتكلم على history and development of technology الأول طبعا كان عندنا conventional machining بعد كده بدأنا في أول NC machine سنة 1948 دي كانت في اليو اس اير فورس آآ بعد كده كانت أول commercial آآ نسي ماشين اللي هي سنسيناتك هايدرو تيل فورتيكل اس بندل ماشين دي أول آآ commercial ماشين اتعملت آآ بعد كده بدأنا فيه ال CNC آآ ماشينز آآ نشوف اللي تشارت اللي قدامنا ده بيوضح لي آآ ازاي بدأنا فاحنا بدأنا الأول بال نسي وبعدين بعد كده السي بدأنا بال نسي اهو وبعدين انتقلنا لل CNC وبعدين الفليكسبول منفاكتشرينج سيستم وبعدين الكاد وبعدين الكات كام وآخر حاجة اللي هي ايه ال CIM اللي هو computer integrated منفاكتشر لو جينا نشوف المسميات يا شباب ال abbreviations يبقى NC عشان دي هنستعملها ان شاء الله على طول NC اللي هو ايه numerical control CNC computerized numerical control FFFS اللي هو flexible manufacturing system الكاد اللي هي computer added design الكام اللي هي computer added manufacturing CIM اللي هو computer integrated manufacturing with planning design and manufacturing